أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النحو العربي والتي سنتحدث فيها عن الملحق بجمع المذكر السالم ما المقصود أو لماذا هذه الكلمات أسميناها ملحقا بجمع المذكر السالم لأن هناك كلمات وردت عن العربي تعامل معاملة جمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجرب الياء ولكنها فقدت الشروط أو فقدت شرطا من الشروط التي ذكرناها في المحاضرة السابقة التي يجب أن تتوفر في الإسم الذي يجمع جمع مذكر سالم ومن أشهر هذه الملحقات يعني ملحقة مدخلة دخلت طارئة على جمع المذكر السالم تعامل معاملة جمع المذكر ولكنها فقدت أحدى شروط الإسم الذي يجمع جمع مذكر سالم أهم هذه الملحقات هي أسماء جموع مثل ألو وعالمون وعشرون وبابه باب عشرون من عشرين إلى تسعين الفاض العقود من عشرين إلى تسعين يعني عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون هذه ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها أسماء تدل على الجمع ولا مفرد لها من نفظها فكلمة عشرون مثلا لو حذفنا الواو والنون هل مفرد عشرون عشر؟ لا لا هذا ليس صحيحا لا مفرد لها من نفظها النوع الثاني من الملحق بجمع المذكر السالم جموع تكسير يعني جموع تغير فيها المفرد عندما جمع هذا الجمع ومع ذلك ورد عن العرب أنهم عاملوه معاملة جمع المذكر السالم مثل كلمة بنون مفردها ابن تغير الجمع عن المفرد وحرون مفردها حرة حرة وجمع تعالى حرون تغير وتغير المفرد عندما جمع جمعها مذكر السالم والحرة هي الأرض الناتجة عن بركان أرض صخرية ملسأ مثل حرة المدينة وكذلك أراضون مفردها أرض كساكنة الراء وجمعت على أراضون وسنون سنون مفردها سنة تغير المفرد أيضا فيها عندما جمع جمع مذكر سالم سنة وهي العام من الأيام يقول لك النحا سنون وبابه يعني بابه كلما تحققت فيه شروط كلمة سنون عندما جمعت جمع مذكر سالم والمقصود ببابه هي كل اسم ثلاثي حذفت لامو وعوض عنها بتاء التأنيث المربوطة ولم يعرف له عند العرب جمع تكسير معرب فكلمة سنة جمعها سنون سنة أصلها سانا و فحذفت الواو وجاءت التاء المربوطة عوضا عنها فرجعت الواو فرجعت الواو عند جمع الجمع المذكر السالم هذه تعرض بالحروف سواء السنون بابه مثل عزين وعضين ومئين لأن عزين مفردها عزة وعضين عظة وعضين عظة ومئين مئة كلها كان آخرها تاء مربوطة عوضت هذه التاء عن حرف المحدث ووردت في القرآن الكريم كم لابثتم في الأرض عدد سنين القاعدة أنه ملحق ماذا ملحق بجمع المذكر كذلك الذين جعلوا القرآن عظين عظين مفردها عظة أيضا ملحق بجمع المذكر السالم والعظين أي افتروا على القرآن وقالوا أنه أكذيب فمفردها عظها بمعنى أكذوب وكذلك قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين عزين مفردها عزة وبمعنى مجتمع أو متفرق حول شيء معين فبرضي مفردها عزة وهي ملحقة بجمع المذكر السالم النوع الثالث من الملحق بجمع المذكر السالم جمعة صحيح لم تستوفي الشوط يعني الكلمة جمعة جمعة مذكر سالم ولما يتغير المفرد عند جمعها جمعة مذكر ولكن فقدت شرط آخر مثل كلمة أهلون وابلون كلمة أهلون ووابلون أهلون مفردها أهل وقلنا إن من شرط جمع الإسم جمعة مذكر سالم أن يكون دالا على المفرد فهل كلمة أهل تشمل واحد فقط أم من أهل هم أهل الإنساني وعشيرته وهو عددهم أكبر وعددهم كبير فهنا المفرد من أهلون لا يدل على مفرد بل يدل على جمعة كذلك وابلون مفردها وابل وفقد الشرط لأن وابل غير عاقل ووابل الشئ الكثير أيضا وليس مفردا النوع الأخير مما يلحق بجمع المذكر السالم ما سمي به من جمع المذكر السالم يعني ما سمي به يعني جئنا بإسم جمع وأطلقناه على فرد على واحد على شخص فأصبح علم على شخص المسمى واحد ولكن اللفظ يدل على الجمع في هذه الحالة يعد هذا الاسم ملحقا بجمع المذكر السالم مثل خلدون وعليون وزيدون وسعدون فزيدون مفردها زيد وجمعها زيدون أطلقناها على شخص واحد هو شخص واحد ولكن اسمه دلالته تدل على الجمع في هذه الحالة يكون ملحقا بجمع المذكر السالم وبذلك نكون انتهينا من الأشياء التي تكون ملحقة بجمع المذكر السالم ننتقل في المحاضرة القادمة إن شاء الله لنتحدث عن طرائق العربي في إعرابي ونطقي الملحق بجمع المذكر السالم خصوصا ما سمي به وما كان من باب عشرون وبابه فإلى اللقاء